اشتركوا في القناة من المبالغ من المحسين ل 15 ألف يتيم عن طرق الجوامع وهناك رعاية للأيتام والمساكين هناك فتح دروس خصوصية لمراحل المنتهية مجانا هناك 32 مستوصف مجانا هناك توزيع عدوية للأمراض المزمنة مجانا هناك بناء للدور القديمة في الموصل القديمة على قدم وساق وهناك لدينا جوامع كبيرة ومؤثرة في هذا العمل منه جامع أحمد إسماعيل في المجموعة الثقافية وغيره من الجوامع هناك الكثير الكثير من الأمور التي يؤديها الجامع حقيقة منها النشاط الكبير الذي كان في العطلة الصيفية الماضية لأطفال الصغار من الذكور والإناث تم يدخل تقريبا 45 ألف طفل وطفلة في الدورات الصيفية لأيضا تحسين حالتهم وأيضا تعليمهم الإسلام الصحيح والفكر الصحيح قد يكون المتأثرين بمجابه داعش حقيقة والكثير من النشاطات ومنها وأهمها الخطبة الموحدة التي تفرض على جميع جوامع محافظة نينوى من قبل لجنة تضعها لجنة متخصصة في هذا المجال لجنة من كبار علماء نينوى هناك بعض المواضيع المهمة يجب التركيز عليها من هذه الخطب فالحمد لله الأمور تسير على ما يرام مع الدعم القليل وأيضا من هذا المنبر نخاطب كل المسؤولين والساد المعنيين من أعضاء البرلمان عن الموصل عن نينوى يجب أن يلتفتوا إلى أمر التعيين تعيين لأوقاف نينوى يعني خطر جدا أن لا ينتبهوا إلى هذا الأمر لأنه كما واجب على الجميع أن يوفر العناصر لأجزة الأمنية لحماية البلد من أي مخاطر مسلحة لكن هناك لدينا خطر كبير وهو الخطر الفكري يجب أن يعزز هذا الأمر بتعينات العم وخطبات في الجوام اللي يغطي العجزة الكبيرة الحاصلة لدينا في أوقاف نينوى فأرجو من الساد المعنيين من الحكومة المحلية من أعضاء البرلمان من الديوان الوقف السني من الحكومة المركزية وقفة جادة لوضع نصب عينهم أنه يكون هناك دعم خاص كالأجزة الأمنية لدارة الأوقاف للكادر الديني حصرا هناك عجز لدينا 2785 جامع ولدي 311 خطيب كم العجز هناك وناس مشكورين جزاهم الله خير مخولين نطالب بحقوقهم حقيقة للتعيين وهذا حق مشروع ولا يمكن أن يأتي حقيقة الله شخص كان ليملك هذا الفراغ لأنه هذا الفراغ اختصاص أشخاص يعرفون بأمور الدين وأمور الفكر المعتدل الوسطي ولا يأتي أي شخص حامل لفكر منحرف فبهذا الأمر نعالج فكر داعش ترجمة نانسي قنقر